تدربة تصنيف المواد إلى عازلة وموصلة الأدوات المطلوبة دائرة كهربائية قطعة خشب طرفي السلك مكشوف ورق مقوى وورق من الألمنيوم خطوات التدربة تكوين دائرة كهربائية رقم 2 تقريب كل من المواد السابقة على حدام طرفي السلك المكشوفين وملاحظة المصبح إذا أضاء المصبح فالمادة المستخدمة موصلة للكهرباء وبالتالي هو فلز إذا لم يضي المصبح فالمادة المستخدمة عازلة للكهرباء وبالتالي هو لا فلز نجرب قطعة الخشب ثم نسجل الملاحظات في الجدول طرفي السلك المكشوف شريط من الورق المقوى وورق الألمنيوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر